اشتركوا في القناة اذا تأكيد على ان هذا العرس النظالي يشكل محطة انظيمية تاريخية مهمة في المسار السياسي سيد معالي معالي السيد الدريس تشقر الكاتب الاول للدحات الاشتراكي للقوات الشعبية السيد مصطفى للتيري المندوب السامي لخدماء المقاتلين السيدات والسادة عضاء المؤتمر الحضور الكريم كلا باسمه تحية فلسطينية خالصة وصادقة للمغرب الشقير بداية يشرفني المشاركة في مؤتمركم هذا ونبارك لكم في انعطاء مؤتمركم المؤتمر الاقليمي الثامن باتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأنقل لكم تحيات الشعب الفلسطيني في كل مكان في غزة صمود وفي القدس وفي الضفة الغربية وفي كل مكان ينعقد هذا المؤتمر مؤتمركم المهم في ظل ظروف دولية وفلسطينية غاية في الصعوبة غاية في الصعوبة فالشعب الفلسطيني يتعرض في هذه اللحظات وفي هذه الأوقات العصيبة نتيجة لسياسة الاحتلالي الإسرائيلي إلى إبادة جماعية هناك إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني يمارس من قبل قوات الاحتلال لليوم المائتين وسبعة أيام دخلنا شهر السابع كل الممارسات من تقتيل للفلسطينيين من استخدام كل الأسلحة بما فيها سلاح التجوية ومن تدمير ممنهج لمؤسسات التعليمية مؤسسات الصحية البنية التحتية المساجد الكنائس لم يتركوا مكان في قطاع غزة آمن للمساجد هذا الحفل لمناسبة خاتي إحماي العيد الأممي كان ضروري لكي نتحضير تحتفل اليوم لأنها ستستعرض ستحتج ستكون استعراض الفيدرالية الديمقراطية الشوء لا تتساقل حلقتها ستكون مطالب وشعارات واحتجاجات لا شك ولذلك هذه اختفالية اختفالية بنجاح أولا المجلسة الافتتاح المؤتمر ولا شك في أن هذا النجاح هو مقدمة لنجاح المؤتمر نأمل أن ينتخب الشباب قيادة جديدة قيادة شابة قيادة التي تخذ مرحلة وخاصة ما ينتظرنا من استحقاقات الاجتماعية والاقتصادية والانتخابية اليوم انتحاد الشراكي بمدينة الرباط يعقد المؤتمر الإقليمي هذا المؤتمر الغاية هو جديد الأجهزة الإقليمية التي تدبر انتحادين والانتحديات بمدينة الرباط لماذا هذا المؤتمر اليوم حيث نعتقد لأن المسافة أصبحت قصيرة نحو انتخابات الـ 2026 وانتخابات الـ 2027 وهذه المسافة تطلب منها رص صفوف الفعل تنظيمي منضم بشكل أكثر وإنساط عن قرب للمواطنين ومواطنات استعدادا المحطة الانتخابية القادمة تنعتقد على أنه العمل تنقوم في مدينة الرباط والتي تقوم باتحادين واتحادية ما بين الرباط جدي جدا وجبار وغاد يعطي النتائج نتائج الإيجابية دياله إن شاء الله في الانتخابات القادمة وهنتم مش تلقاعة كيفاش كانت ممتلئة عن آخرها بالاتحادين والاتحاديات والعاطفين والعاطفات على الحزب شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر